سيد محمود سيد جماد تكلم على أن يوم من أيام الأهلي أنت ذاكرتك بكل ما تحويه من أيام الأهلي شايف ده إزاي ما هو ده تأثير وده برواز بيضاف إلى برواز الناد الأهلي لامع المضيئة على مدار تاريخه من تسلم تكريم نادي القر الأهلي دخل في مرحلة مختلفة تانية خالص خد بقى الاحتفاء بالإسم والمكانة ودتك فين نجاحاتك على المستوى الرياضي حطتك رقبص هي دايما المؤسسات أو الفرق الكبيرة بتبقى ضيناتها من طيان الكبار بتبقى بتيجي وقت ممكن تتعرض لهذا لكن لا تسقط ممكن تمرد لكن لا تموت تبقى واقفة يأتي أبنائها ليجددوا شبابها فتيجي فترة تمر بيك تقعد 14 سنة ما تاخدش دوري أبطال أفريقيا تيجي تسترد المشهد وتقليب أفريقيا تصحيها تاني لا أنا اختفيت بس أنا رجعت بجيل من الشباب تاخد بطولة من مباراستين في زل ظروف وتحديات كبيرة جدا مع مدرب جديد فتاخد بطولة فتخسر المسابقة محلية ماشي في مباراة كبيرة جدا في من أربع مباراة الكرة وقل زي ما أنت عليها بما فيها من أخطاء تحكيم وكلام كتير جدا نقدر نقول فيها فأنت رجعت بعد كده بدأت مرحلة العصر الزهبي من 2004 إلى 2003 ينار 2003 بداية من 2004 إلى 2005 سيطرة أفريقية مع تواهج الأهلي توهج المنتخب الوطني فكانت بدورة أفريقيا ثلاثة دورات فيه ربما لنت تكرر مرة أخرى ماشي كل ده يجي نادي الأهلي يقدم على شوفه على الدور ده فيكرم الكابتن حاس الشحات ومنتخب مصر في لقطة ما توقعاش أحد احتفاء كبير جدا بالقيمة الكبيرة أنه النادي الآلي يكرم الرمز التاريخي لنادي الزمال فأسف شوف أنت هون ناس برضو بتنسى مش واخدة بالها من الهدف ومن إيه اللي أنا بعمله ومننا البصة ريحة فين النظرة أنت بتتعامل بقيمتك كشخص ماشي والآخرين يتعاملوا بقيمتهم برضو كأشخاص كل واحد بيدي بقى اللي عنده بقى فاللأنا عايز أقول لك إيه أنه البرواز ده البرواز مهم في ظل الوقت اللي بيحاول البعض ينال منك فييجي ربنا سبحانه دي رحمه من فاجأك بكده في حين البعض يحاول يحطمك فأتي تأخذ بطولة أفريقيا بهدف قاتل محدش كل اللي عندهم هناك مش متوقعين فأتيجت البطولة الثانية لما بقيت مثلا خلاص الأبطال كلهم اللي انت في وشك خرقتهم فأقول لك ده بطولة فاضية ده ما عادش فيه نجوم يا حاوزين نعرف نجيب فيه بس من أمين فأتيجت البطولة مثلا لما قلت عارف انت بقى البطولة قوية أمتى لما تخسرها هي تملي أغلى بطولة هي التي يفقدها لها لما تخسر الدوري يبقى على أفضل أفضل دوري في الدنيا لكن قبل لما تخسر البطولة كان ايه كان دوري يتساوم عجيبوتي والصومال ومش عارفين نظرية يعني عارف انت الكنافسيات ضعيفة نعاوز ايه دين الوجه الآخر للنظرية النسبية اللي هو اللي أني ما كسبوه عوش عوش اللي أنا كسبوه اللي انت تكسبوه ده قمة الهرم قمة الهرم اللي انت تكسبوه لما كنا أنا اللي باصص عليك اي اللي انت تكسبوه وحش نه طبعا واللي انت تخسارو أحلى حالة أحلى حاجة طبعا يا دين نسبية مش كده حسنا حدي يفتكر انت عاكز انت عاكس انت الموضوع يا ربقول لك فانعاوز اقول لك ايه عارف انت ايه بص يعني ايه الخالف تقرف يعني هاته اللي عاكس عشان ابان عشان تشوفني فيلجأ الاعلام هنرجع لنقطة الاعلام التالي يرجع الاعلام الى تصدور اعلام الخرفان يعني ايه اجيب بل واحد يقول لك اتبع خروف يعني حاجة حاجة الناس مش بدركة انه اللي بره بيتحكوا علينا اللي بره متابعيننا اللي هم عاوز اقول لهم انه هم احسن مننا يا جماعة هم اتطوروا بقعوا احسن مننا في المغرب وفي الجزائر وفي تونس بيبصوا على المشهد ده ولكن الناس بتعمل ايه يعني هم بيعملوا كده ليه في بعض ليه يعني ليه لما انت بقيت مسيطر كأندية لما سيطر الاهلي والزمالك على افريقيا كانت النتيجة ايه انه كله قاعد ايه حطت حاجة كان نتيجة منطقة بمصر لما انت خركت من المشهد خلاص وبيقي الاهلي وهو اللي من المشهد مزيدر خلاص لا فانا عاوز انا المل يا عامل مش مش كده يعني خلي المسألة خلي المنافسة في حدودها وخلي العلاقات هي الاكبر لانه في الاخر في وطن في وطن انت مسؤول عنه ومسؤول عن شباب وناشر ما تحرقش الدنيا عشان بطولة عشان لا لانه ليبقى في الاول رقم واحد شئة اما بيت ستبقى مصر طبعا كل دون من اجل مصر يعني كل اللي انت شايفه ده المشهد ده عشان يبقى عندك منتخب رايح مسألة بطولة افريقيا سفر النهاردة سفر مبارح وصل النهاردة كل مصر الوقت تبقى تركيز على مين نطلع بقى من الدائرة دي نخلش في دائرة مين هو من اللاعب في المنتخب طب مين هو اللي احسن طب اللاعب اللي عند فلان يا جماعة ما نفعش كده يعني مش فناش الكلام ده في الجزائر مش فناش في المغرب بيتكلموا على مين المحترف في الحتة الفلانية احسن ولا ده من غلط ولا من ده المسؤول ليه مرحلة الخيانات والتشكيك والتشويه وتصدير الأخبار المغردة اللي مستحة مين اذا كان علاقة اللاعب ومبعد في المنتخب بتبقى على اكمل وجه واصدقاء وبيات غاب ليه احنا غالب يعني يا جماعة انتوا اللي خسرين في النهاء يعني خسرين أعصابكم ودمكم وخسرين كل حاجة وهم كسبلين وهم في دماغهم مش بصين للكلام ده فانا عايز اقول ايه احنا محتاجين يبقى عندنا ضمير محتاجين ان احنا نراجع نفسينا كويس جدا محتاجين في 22 نتغيّد يا جماعة لأ لأ يعني لازم يبقى الوضع لازم يبقى الوضع الوضع يا سيد جمال لازم بأمان يبقى الوضع مختلف ولازم يبقى فيه برضو الرقابة تعود بقوة على من يحاولون أن يصدروا هذا المشهد تكرارا وتباعا في كل مرحلة من مرحله بدس وبس سموم غير موجودة يعني عزولك حبكة وسيناريوهات بارعة توقف قدامها كده وتسمع كلام وتجد ان المسألة انت شايف ناس ايه يا عم ايه الكلام الحلو ده ايه القصة سبسرد لك قصة وحط لك اللي هو عايزه جواها وفي ناسك تقول لك شوف اه يعني مش قولنا اهو يعني مش قولنا يعني اصلا لو الأخ اللي كتب ده ليه حد حزبه هيرجع للكلام ده تاني لا مش هيرجع فلانا عايز اقولولك هذا نجاح يطفي نار الحقد والحسد لا ده انت يطفي خليباك اهو نار الحقد والحسد من اجل ايه يا رئيس هو الصراع كان بين الشيطان والانسان ايه الحقد ايه انا مش عارف ما هو هو ربنا بيزه انه انا خير منه اه انا مش عارف كده مع كل ناجح تجد لابد ايه بقولك بقولك ايه بقولك اذا ما كانش لك اعداء تبقى انسان فشل موسيقى